نشرة الأخبار من قناة الأخبار المغربية نعقد اليوم الخميس برباط مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة سيد عزيز خنوش المجلس خصصا لتقديم عرض قطاعي والتداول في عدد من مشاريع النصوص القالونية بقي التفاصيل مع هشام فرحان في بداية أشغاله تتبع مجلس الحكومة عرضا حول برنامج التحضير لعيد الأضحى قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي الوزير أكد أن الوزارة تقوم بتقييم دقيق لتوقعات العرض بتنسيق مع المهنيين وأن العرض يفوق الطلب بكثير كما أن عملية ترقيم الأغنام والماعز تعرف تطورا مضطردا وفيما يتعلق بالجانب الصحي أكد السيد الوزير أن الحالة الصحية للقطاع الوطني جيدة بفعل التتبع والمراقبة الصحية وحماية القطيع من الأمراض المعدية حيث تمت 1486 عملية مراقبة للأعلاف والأدوات البيطرية إلى المستعملة إلى غاية 31 ماي 2024 بعد ذلك تداول المجلس وصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل وهو مشروع يندرج في إطار استكمال المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة للإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى ضمان استمرارية منظومة التكويل لفائدة موظف كتابة الضبط وباقي الموظفين التابعين لوزارة العدل وكذل المنتسبين لمهن القانونية والقضائية وتوفير الإطار التنظيمي الذي سيمكنه هذه الوزارة من القيام بدورها في مجال التكوين الموجه للفئات المذكورة مجلس الحكومة صدق أيضا على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد مسترة إخراج قطع أرضية من الملك العمومي المائي أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد مسترة الإخراج من الملك العمومي المائي للقطعة أو القطع الأرضية التي فقدت صبغة المنفع العامة بفعل الطبيعة أو على إطر إنجاز أعمال التقويم أو التحويل لمجاري مائية وكذا ضم هذه الأخيرة إلى الملك العمومي المائي وقبل المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا قرر المجلس الحكومي تأجيل مشروع القانون المتعلق بعرض منتجات الصيد البحري لأول مرة في السوق لاجتماع حكومي لاحق قصد تعميق دراسته على سعيد آخر وقع المغرب والمجموعة الصينية الأوروبية جوشناي تيكا رايدا في مجال التنقل الكهرباء اليوم برباط اتفاقية استثمارية ذات طبع استراتيجي لأحداث وحدة صناعية ضخمة مع منظومة متكاملة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في مدينة القنيطرة بكلفة استثمار تبلغ 12 مليار درهم فصل ثمانية هذه الاتفاقية التي ترأس مرسيم توقيعها رئيس الحكومة السيد عزيز خنوش ستمكن من إحداث وحدة صناعية ضخمة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مما سيعزز ريادة المغرب في صناعة السيارات والانتقال التاقي بفضل الرؤية الاستراتيجية والحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وقعت الفدرالية الأطلسية لوكالاته الأنباء الأفريقية ورابطة وكالة أنباء البحر الأبيض المتوسطة اليوم الخميس في بليرمو بإيتاليا اتفاقية تهدف إلى تعزيز تعاونهم المهني قد وقع هذه الاتفاقية كل من رئيس الفدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الأفريقية المدير العام لوكالة المغرب العرب للأنباء السيد فؤاد عارف ورئيس رابطة وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط المدير العام لوكالة الأنباء الوطنية الإيطالية ستيفانو دي ألسندري وذلك على هامش أشغال دورة 32 للجمعية العامة لرابطة وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط وتنص هذه الاتفاقية على الخصوص على مواكبة أعضاء الفيدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الأفريقية ورابطة وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط في مجال تعزيز التعاون المهني بينهما شرعات المديرية العامة للأمن الوطن انطلاقا من بداية الأسبوع الجري من شهر يونيو في العمل بالمنصة الرقمية إبلاغ المخصصة للتبليغ عن المحتويات غير المشروع على شبكة الإنترنت والتي يمكن الولوج إليها من داخل المغرب وخارجه عبر جميع وسائط وتطبيقات تصفح الإنترنت على الأجهزة الثابتة والمحمولة بلاغون المديرية العامة للأمن الوطني أفد بأن منظومة إبلاغ هي عبارة عن منصة رقمية تفاعلية تسمح لمستخدم شبكة الإنترنت ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتبليغ الفوري والآمن عن كل المحتويات الرقمية الإجرامية والعنيفة أو تلك التي تتضمن تحريضا على المساس بسلامة الأفراد والجماعات أو تنطوي على إشادة بالإرهاب والتحريض عليه أو تمص بحقوقه وحريات الأطفال القصرين وغيرهم إلى مراكش حيث نظم لقاء تواصلي لتعريف بالبرنامج الوطني لدعم المقاولات السياحية جو سياحة لفائدة مهنية قطاع النقل السياحي بالمغرب بقى التفاصيل مع محمد ورديني بمدينة مراكش نظم لقاء تواصلي لتعريف بالبرنامج الوطني لدعم المقاولات السياحية جو سياحة لفائدة مهنية قطاع النقل السياحي بالمغرب هذا اللقاء منظم من قبل الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب بشاركة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنية ووزارة النقل واللوجستيك ووكالة مغرب المقاولات يدف إلى إطلاع مختلف الفاعلين السياحيين على مزايا هذا البرنامج المندرج في إطار تنزيل برنامج خارطة الطريقة لقطاع السياحة 2023-2026 هذه المواكبة تتهدف أن نرفعه من القطاع والدور الذي نحن في هذا اليوم التواصلي نحسو العاملين في هذا القطاع أنهم كلهم يستفدوا من مجموعة البرامج المواكبة لتدخولهم أنهم يرفعوا من المرضودية وأنهم يواكبوا التحول الرقمي لتشاهدوا هذه القطاعات وخلال هذا اللقاء تم تسليط الضوء على أهمية هذا البرنامج لتطوير القطاع السياحي بكل مكوناتها والاستجابة لتظاهرات الدولية الكبرى التي تتعرفها المملكة وفي مقدمتها تنظيم النسخة المقبلة من كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم سنة 2030 برنامج جوغو سياحة تم إطلاقه في فبراير المنصرم بهدف مواكبة المقاولات السياحية من خلال تقديم عروض ترفيهية مبتكرة كما يروم مواكبة 1700 مقاولة سياحية في أفق 2026 بغلاف مالي يصل إلى 720 مليون درهم شدد مشاركون في أشغال الدورة الثامنة من ملتقى المدينة الذكية للدار البيضاء على ضرورة وضع المواطنين في صلب عملية تنمية المدن مبرزين أن المواطن يأتي في صدارة الأولويات في أي تحول على المستوى الترابي لنتابع الدعوة إلى جعل المواطن في صلب عملية تنمية المدن محور الدورة الثامنة من ملتقى المدينة الذكية للدار البيضاء الحدث منظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تطرق للتحديات الرئيسية التي تواجه المدن مع التشديد على ضرورة إدماج البعد الإنساني في التخطيط والتدبير الترابي وضرورة إدماج المواطن باعتباره فاعلا محوريا في هذا التغيير ويأتي في صدارة الأولويات في أي تحول على المستوى الترابي ملتقى المدينة الذكية للدار البيضاء 2024 يتميز بتنظيم مجموعة من الأنشطة الجانبية والمناقشات حول عدة مواضيع كالحكامة الرقمية والتخطيط الحضارية التشاركي والتكنولوجيات الذكية للمدينة الذكية ويساهم في تعزيز التبادلات والشراكات بين الفاعلين المحليين والدوليين أفدت سلطات المحلية بعملة فاس أن أربعة أشخاص لقوا مسرعهم في موصيب 26 أخرون إثر حريق اندلع بقصارية الدباغ الكائنة بمنطقة بفتوح بالمدينة القديمة بفاس بقي التفاصيل مع رغدا قبري أربعة أشخاص لقوا مسرعهم إثر حريق اندلع مساء أمس بقصارية الدباغ بمنطقة بفتوح بالمدينة القديمة بفاس الحريق خلف أيضا 26 مصابا بينهم عشرة أشخاص يعانون من حروق من مختلف الدرجات جار نقلهم صوب المستشفيات الحريق أصفر أيضا عن خصائر الجسيمة لحقت نحو 25 محلا ويرجح أن يكون نجما عن تمثل كهربائي ناشئ عن أشغال إصلاح داخلية تمت مباشرتها بأحد المحلات التجارية الكائنة بالقصارية فور إشعارها بالحادث تدخلت السلطة المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية وبشرت عمليات الإنقاذ وإخماد النيران وصخرت لأجل ذلك كافة الموارد والإمكانات المتوفرة في موضوع آخر سجلت درجات الحرارة في مايو مستوى قياسيا لشهر الثاني عشر على التوالي في الكرة الأرضية مع توقع مزيد من موجات الحر هذا الصيف بقي التفاصيل في تقرير لوداد بن مومن درجات الحرارة في شهر مايو الماضي استجلت مستوى قياسيا لشهر الثاني عشر على التوالي في الكرة الأرضية مع توقع مزيد من موجات الحر هذا الصيف خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي أفدت بأن إجمالية درجات الحرارة في الشهر الماضي كان أعلى بمقدار 1.52 درجة مئوية عن المتوسطات التاريخية حيث كان أكثر الشهور باي حرارة على الإطلاق وقالت خدمة كوبرنيكوس إن موجة الحرارة الاستثائية دفعت متوسط درجة الحرارة العالمية في الـ 12 شهراً الماضية إلى أعلى مستوياته منذ بدء التسجيل في عام 1940 عند 1.63 درجة مئوية في أوقات ما قبل الصناعة افتتح الهولنديون اليوم التصويت برسم الانتخابات الأوروبية التي تجرى إلى غاية التسعة من يونيو بدول الأعضاء 27 في الاتحاد الأوروبي وتم دعوة الزياد من 370 مليون مواطن أوروبي للتصويت من أجل انتخابه 720 نائباً في البرلمان الأوروبي برسم السنوات الخمس المقبلة افتتح برواقي فندق ديوان برباط المعرض التشكيلي بقوة الفرشات الذي يحتفي بالعوالم الفنية المختلفة لثلاث فنانات تشكيليات مغربيات بقي التفاصيل في تقرير لرغدة قابولي بقوة الفرشات عنوان معرض تشكيلي يحتفي بثلاث فنانات تشكيليات مغربيات لوحات تأخذ الزائرة في سفر إلى ثلاثة عوالم فنية مختلفة من إبداع كل من هند حجوجيا التي تنهل من المدرسة السريالية وليلة سليم من خلال لوحاتها الصارخة بالتصوير التجريدي وهودا زمامة التي تنتمي لمدرسة الفن التجريدي المعاصر في لوحاتي أتبنى أسلوبا تجريديا محضا يشبه الحلم إلى حد كبير وتحيل تفاصله إلى ما وراء الوعي والواقع الأعمال التي اخترتها لهذا المعرض تصور في معظمها الأشياء والأدوات ذات الطابع الثقافي والتي نستخدمها في حياتنا اليومية هذا المعرض يشكل فرصة لتجديد الوصل مع العالم الفني وإعطاء نفس جديد لمصار الفني المعرض يشكل فرصة للاحتفاء بالثلاث عوالم فنية نسائية مختلفة لوحات تحكس قوة الإبداع لفنانات يتقاصم نشغفهن لمحدود بالفن الأمر يتعلق بمعرض انتقائي يسعى لإيجاد توليفة فنية تضم ثلاث تجارب فنية مختلفة وجمعها في فضاء مشترك بهدف تحقيق التبادل والتكامل الفنيين بقوة الفرشات معرض يستمر إلى غاية الثلاثين يونيو الجاري يحتفي بنصاء موهوبات في الفن التشكيلي من خلال إبراز قدراتهن الإبداعية والفنية رياضياً ومن داخل القاعة المغطاة الحزام بمدينة العيون تمكن فريق سقر أغادير من الضفر بكأس العرش برسم الموسم الرياضي الفين واثنين وعشرين الفين وثلاثة وعشرين لنتابع أغادير يتوج في مدينة العيون بكأس العرش في كرة القدم داخل القاعة خلال المباراة النهائية التي جمعته بفريق شباب عالم طنجة برسم الموسم الرياضي الفين واثنين وعشرين الفين وثلاثة وعشرين هذا نتيجة دي العمل دي الكتر من عشر سنين من استقرار تقني والإداري في الفريق اليوم كان جنود تمار دياله وخص نشكر للاعبين على المستوى اللي قدموه والدباط الطاكتيكي خص نشكر جمهور ديالنا اللي تبع نتاله هنا لعيون باش نضيوا هذا اللقب صراحة لعبنا دادوا حد فريق اللي ماشي سهل فريق عالم طهجة كم بغانوشها المتساحية على هذا المصر اللي عملو والحمد لله كم بغان هذا اللقب للناس اللي يخدمون معنا في فريق سقر أجادير للمدرب للعيبين وتمكن فريق سقر أجادير من التتويج بهذا اللقب للموسم الثاني على التوالي بعد الفوز بثلاثة أهداف دون مقابل نبغي من هذا المين بارد لكم نشكره السلطات المحلية ديال مدينة العيون نشكره السلطات المنتخبة التسعيل ديال المهمة ديال العصبة الوطنية الكرة القدم كرة القدم متنوعة من أجل التنظيم فهذا المستوى العالي وكان فريق سقر أجادير وشباب علم طنجة قد تأهلا إلى نهائي كأس العرش لكرة القدم داخل القاعة بعد فوزهما على التوالي على فريقي نادي لكوس القصر الكبير وفتح السلطات في مبارتي نصف نهائي التي أقيمتا بالقاعة المغطاة الحزام بمدينة العيون وصلت عشرة سيارات الرياضية إلى ميناء طنجة المدينة ضمن لحاق مغاربة العالم نحو مغرب 2030 الرامي للتصلة الضوء على استعدادة المغرب لتنظيم كأس العالم 2030 تقرير لسكينا مسوية سيارات رياضية فخرة تحط بميناء طنجة المدينة ضمن لحاق مغاربة العالم الرامي إلى تصلة الضوء على استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم 2030 تحت إشراف مجموعة من الشباب المغاربة المقيمين بالخارج الرال انطلق من العاصمة البلجيكية بروكسل متجها إلى مراكش مصاره سيمكن عددا من المشاركين من الوقوف على الأوراش والمشاريع الكبرى التي تنفذ استعدادا لكأس العالم 2030 الهدف هو بزرد الحاجة تصراحة أول الحاجة هي مع الفوندرسون برزا درنا واحد العمل الخيري يعني هذه جد قبل العيد ولكن أهم حاجة هي دابة كأس العالم يعني المغرب 2030 جنا نهن زرايا جنا نبينو للناس اللي مجين معراب الرا لكلمغوكين غزي دون لتخانجي يشوفوا لكولتور دي المغرب يشوفوا الأمور يشوفوا الأنفراستروكتور لكولتور دي المغرب لكولتور الأفريق الحدث الرياضي والثقافي الممتد إلى غاية العشر من يونيو الجاري يهدف إلى تسليط الضوء على التحذيرات الجارية بالمغرب لاستضافة كأس العالم 2030 وتعريف بالمملكة كوجهة مثالية للسياحة الرياضية بذلك مشاهدين نكون قد وصلنا لختم هذه النشرة نشكر لكم طيب المتابعة فهر مانيلا ترجمة نانسي قنقر